اشتركوا في القناة بس اللهم ترتيبات معينة موضوع قابل الموضوع بس بشكل عام انتو لما تشوفوا انتو لما تشوفوا الفيديو وشوفوا كيف انا بشرح اصلا راح يكون موضوع مرتب اكثر من ترتيب سلايدات الدكتور تمام فاتفضلوا الفيديو والله يتركوا الفعال فيه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نبلش في محاضرة رقم اثنين محاضرة رقم اثنين اسهل وابسط واسرع من محاضرة رقم واحد راح تحكي عن هيكون اول عنا محاضرة الاولى خلصناها التدركشن ثانية التالتة الرابعة الخامسة راح يكونوا كلها يأتوا مع البيتواتري قلاند والهرمونات المصاحبة لها ان شاء الله تكون محاضرة بسيطة خلينا ومدامنا احنا دايما نعرف انه مدامنا احنا منحكي عن البيتواتري لازم نحكي معاها عن الهايبو ثلمس فانه ليس فقط البيتواتري اكتشيلي نحكي عن الهايبو ثلمس ليش معنى دين هدول بنحكيوا دايما مع بعض بنحكي عنهم دايما مع بعض يعني ليش لانه الهايبو ثلمس is connected للبيتواتري قلاند وفيسيولوجيكلي البيتواتري قلاند بتبروها الماستر قلاند اللي هي القلاند او الغدة الاساسية في كل الجسم هاي الغدة الاساسية اللي بتتحكم في كل الجسم بسموها ماستر قلاند حلو؟ طيب بس هاي الماستر قلاند ما بتجيها اوامر يعني بتجيها اوامر بمركز فوق اللي هي مين؟ الهايبو ثلمس فالهايبو ثلمس بيحكوله الماستر of the master قلاند الماستر of the master قلاند طب ليش ما حكوا الهايبو ثلمس هو الماستر قلاند وخلاص؟ لان الهايبو ثلمس اصلا اصلا شغله الاساسي مش قلاند تمام؟ يعني له شغلات تانية زي ما عرفنا باللكتشر الاولى الهايبو ثلمس يعني هاي مو بس قلاند الهايبو ثلمس له جزء من CNS هو يعتبر هو من nervous system تمام؟ فسمينا هاي البيتواتري the master قلاند وسمينا الهايبو ثلمس the master of the master قلاند هو اللي بتحكم بالmaster قلاند كيف فكرة التحكم تبعه؟ البيتواتري تفرز هرمونات معينة هاي الهرمونات المعينة تتحكم بغدد معينة عشان تخلي الغدد هاي المعينة في جميع انحاء الجسم تفرز هرمونات تمام؟ طيب بس البيتواتري ما بتشتغل من كيف مين اللي بشغلها؟ الهايبو ثلمس الهايبو ثلمس بفرز لها هرمونات هاي الهرمونات بتحكي للبيتواتري بالضبط شو تفرز اي هرمون لأي غدة عشان تفرز هذيك عشان الغدة هذيك تتعمل شغولها حلو هون؟ طيب طيب الهايبو ثلمس من وين له أوامر ما بتجي أوامر بس هو اللي بأمر بس على أي أساس بأمر هذا هو السؤال مش من وين تجي أوامر هو اللي بأمر خلص هو الأساس اللي بأمر بس من وين تجي الأوامر؟ الهايبو ثلمس هو مركز بالنيرف السيستم إذا هو مركز من النيرف السيستم معناته بتجي إشارات عصبية من كل مكان إشارات عصبية من كل البريفرال نيرف السيستم يعني بتجي إشارات عصبية شو أحوال الجسم هل الجسم فيه التمبرتشر كويسة ولا لا هل الـ environment تبعت الجسم كويسة ولا لا هل أنا في حاجة إني أفرز هرمون معين ولا لا فبس لما تيجي إشاراتي تأتي إشارات جميعاً حأل جسم إشارات عصبية هو لحاله يأتي يعدني هل نحن نحتاج أو لم نحتاج مثلاً إجدته إشارة عصبية أنه والله نحن نحتاج كورتزول تحتاج كورتزول مثلا أو يعني هي ما بجي إشارة عصبية بل الزبط أنه تحتاج كورتزول ترجم هذه الإشارة العصبية انه عندنا نقص بالكورتيزول مثلا او نقص بأي هرمون يعني بس خلينا نحكي كورتيزول كمثال لانه منعرف كله بروح الهايبوثالمس بأمور البيتيواتري تفرز هرمون معين يعني بعطيها هرمون هذا الهرمون بحكي للبيتيواتري تفرز another hormone that is specific for the adrenal medulla عشان الادرينال medulla تروح تفرز قصدي الادرينال كورتيكس اسف مش المضلة عشان تروح الادرينال كورتيكس والادرينال كورتيكس تفرز كورتيزول فهمتوا كيف الفكرة؟ طيب ونحن حكينا بالبارت الأول بالمحاضر اللي أقول لك كمعن ان الهايبوثالمس والبيتيواتري هم الكنيكشن بين النيرفس سيستم اللي حكيت لكم اسف الالكترينال والاندوكراين سيستم لانه البيتيواتري هي المسؤولة عن كل الاندوكراين سيستم والهايبوثالمس باستقبل كثير اشارات عصبية فإتس كونيكشن بين النيرفس سيستم حلو؟ طيب حكينا كيف هما في السيرجيكلي كونيكتد طب أناتوميكلي؟ آه هما كمان أناتوميكلي كونيكتد كيف الهرمونز بدأتوصل من الهايبوثالمس والبيتيواتري إذا هما أناتوميكلي مش كونيكتد فاشوفوا معي لو يجي واحد يسألك كيف أناتوميكلي كونيكتد ما بصير جواب عليه دغري لازم تقول له كونيكتد مع مين؟ أنتيرير ولا بوستيرير بيتيواتري لأنه البيتيواتري هاي اللي مقسمة تو لوبز البيتيواتري الهايبوثالمس كونتاكت أو بتواصل مع البوستيرير غير تواصله مع الانتيرير تواصل البوستيرير غير تواصل الانتيرير فهنا في كتير أجزاء هاي الأجزاء كينا نخدها من الأناتومي يعني مش رح تفيدنا كثير بالفيسيولوجي أنا رح أحكي الأشياء اللي بتفيدنا أكثر إشي بالفيسيولوجي وأتوقع كمان يعني مثلا لما نذكر بارت معين بالأناتومي رح نحكي عنه شغلات شوية بالفيسيولوجي تمام طيب خلينا نزل تحت لشوي فلما يجي واحد يحكي له يعني عرفنا أول شي إحنا قبل ما نحكي عن الكوننكشنز حكينا أنه خلص عرفنا كيف الهايبوثالمس بستنم إشارات بيأمر البيتيواتري كيف البيتيواتري هي الماستر غلانز اللي بتأمر كل أثر غلانز فبالتالي بيطلع عنا بالآخر خلص بيطلع عنا الهدف اللي إحنا بدنا إياه والجول اللي بدنا إياه ارتفاع نقصان تثبيت يعني تفراز هرمون معين أو تغل طيب الهايبوثالمس كيف بأمر البيتيواتري عن طريق يفرز لها هرمونات كيف الهرمونات هاي بدأ تنتقل من الهايبوثالمس للبيتيواتري حكيت لكم ما بنقدر نجاوب جواب واحد لازم نحكي لك أول شي أنت قصدك أنتيريوبيتيواتري والبستيريواتري خلينا نبلش بالأنتيريوبيتيواتري أنتيريوبيتيواتري بالطريقة الاعتيادية اللي هي الدم احنا بنعرف طريق انتقال الهرمون الدم مور تمام بس كيف هالمرة مش أنه والله بالعادة يعني بالعادة كيف الفكرة أنه في عنا بالعادة صعب تحكي أنه في جلاند تفرز بالدم لأورغن معين فقط حكينا أنه باللكتشر الأولى أنه لما ينفرز الهرمون في الدم بيعمل لك برود أكشن صح؟ بيعمل لك بنزل على كثير أورغن كيف تخليلي الهرمونات تبعه الهايباثلمس تروح على الأنتيريوبيتيواتري ودمة طريقة عادية لا مو طريقة عادية طريقة سبيشل هاي الطريقة السبيشل كيف فكرتها؟ بدل ما يكون عنا أرتريول كابلاريز فينيول بعدين سيستميك سيركيليشن لا في عنا أرتري أرتريول كابلاريز فينيول بعدين فينيول تعمل كمان مرة كابلاريز بعدين نروح على systemic circulation فكأنه عنا two capillary plexus في عنا primary plexus وفي عنا secondary plexus بالوضع الطبيعي مفروض يكون لنا واحدة بس بس هالمرة اقتضت الحاجة ان يكون لنا primary secondary ليش ال primary رح تستلم هرمونات الhypothalamus ورح توديها تودي تمشي تمشي وتروح على secondary secondary لازم برضو كمان فيه كن capillaries ليش عشان الهرمونات اللي اللي موجودة تروح على ال pituitary خصوصا فقط على ال pituitary والاشياء اللي في ال pituitary اللي بدها تنفرز تنفرز في هاي ال capillary pits عشان تروح على system circulation فهمتوا كيف؟ فهاي ربنا سبحانه خلق لنا هاي ال primary secondary plexus عشان نضمن ان الhypothalamus الهرمونات اللي تبعون الhypothalamus تنفرز وتوصل خصوصا ال pituitary ال anterior pituitary طيب شو سمو هاي العملية سموها portal system زي الportal system الموجود في ال yoy tract كلمة فكرة portal system انه circulation مو عادية هاي مو circulation عادية circulation عادية انو تنتهي هون خلص تروح تكمل على تبلش تنتهي من هون وخلص تروح على system circulation بس لأ هون عطل عندنا كمان other capillary pit هناك نفس الشي بال yoy system كان عندنا portal vein portal vein بدل ما يروح system circulation في river nk فلا راح مرة تانية على ال liver يعني راح على two organs هون كمان نفس الشي راح على ال pituitary بالنفس الفكرة تمام فش اللي بصير hypothermus بفرز هرمونات تنزل في هاي primary plexus primary plexus بتحمر هرمونات hypothermus تروح على pituitary secondary plexus بتستلم pituitary هرمونات hypothermus تفهم الأمر تروح تفرز هرموناتها بال secondary plexus وال secondary plexus بتنزل على system circulation وبيوصل الهرمون المكان اللي بتدوية تمام طي ممتاز هاي بالنسبة ل اه وسموها portal system صحي بنسبة للانتيرير سموها portal system بس إلها كمان اسم يعني مو بس portal system اسمها hypothermus hypophysial portal system hypothermus hypophysial portal system hypothermus فهمنا hypothermus ليش hypothermus لأنهم بقادية بالhypothermus شاني hypophysial hypophysial ال pituitary gland إلها اسم ثاني اسمها hypophysial cerebri فكأنك بتحكي hypothermus pituitary portal system it's the same تمام طيب هاي بالنسبة للانتيرير طيب شو بالنسبة للبوستيرير البوستيرير تختلف شوي إنه بدل blood capillaries حط neurons neurons بتبلش من الhypothermus بتنزل 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 تدخل في هذا اللي هو زي الستوك عامل كلمة استوك يعني جذع استوك أو الجذع وتدخل على البوستيرير بتويتري عن طريق neurons عن طريق عن طريق نيرون تمام فبتبلش في عنا هون نيرون شو نيرون يعني تجمع نيرون داخل السيانس هاي نيرون بتفرزن لبعض الهرمونات الهرمونات تدخل جو ناكز نفسه جو النييرون بتنزل جو الانفادابيلام أو والستوك وبتدخل على البوستيرير بتويتري وهون يتم تخزينها يعني شوف الفرق هناك بتستلمها وبعدين بتفهم الأمر بتروح تفرز بس هون يتم تخزينها يتم تخزين هون تقريبا هون يعني في الماكن يتم تخزين الهرمونات اللي بلشت بالنيوكليا اللي فوق طيب يتم تخزينها الى متى الى وقت حاجتها بصيرها افراز طيب وين بصيرها افراز انا مش شايف capillary beds actually في capillary beds وهي capillary plexus او capillary beds انا بحكي هاي capillary plexus مختلفة عن capillary plexus الموجودة هاي اعتيادية capillary plexus اعتيادية فقط واحدة لا هي بس واحدة اللي هي بنعرفها هاي شو مسؤولة عن ايش مسؤولة انها تستلم الهرمونات اللي صار لها storage هون اللي مخزنة هون البستيري بتيوتري ما رح نحكي عنها كثير في هاد الpart مين لي مين لي رح نحكي عن الانتيري بتيوتري فالبستيري بتيوتري حكينا كيف انها بتبلش الهرمونز في النيوكلياي بتنزل على هاي وبتتخزن هون وبتنفرز وقت الحاجة رح نحكي عنها اكثر في محاضرات قادمة اتوقع الخامسة والرابعة ورح نحكي عن هرموناتها الخاصة كمان ما رح نحكي عنها هون رح نحكي عن الانتيري بتيوتري فالمحاضر تمام ففهمنا كيف فكرة الانتيري بتيوتري مهمة طيب البستيري بتيوتري شو بسموا الانتقال تبعها برضو هايبوثرميك هايبوفيزيال تراكت مش بورتال سيستم لا تراكت تراكت يعني ما صار يعني كتبتلكو هون هايبوفيزي سيريبري is another name for بتيوتري تمام طيب فهي هايبوفيزيال بورتال سيستم صح طيب هاي كتبتلكو انه الانتيري بتيوتري is for another lecture طيب عرفنا كيف عرفنا عن هايبوفيزيال وبعض الهرمونات الهرمونات اللي بتطلع من الهيبوثلمس وبعض الهومولات اللي بتطلع من او الهرمونات اللي بتطلع من انتيرير البيتواتري فقط خلينا نحكي عن البستيري البيتواتري كلمتين عشان نرميها ورانا ونرجع لها في محاضرات جاية البستيري البيتواتري حكينا في عنا 2 نيوكلياي هذول النيوكلياي واحد اسمه paraventricular واحد اسمه supra optic مكتوبين تحت اسم جوفه بفروزوا لك اكسيتوسين وفاسوبرسين و من أفراز أكسيتوسين و فاسوبرسين و تتخزنون هنا و وقت الحاجة يكون لهم إفراز في كابيلاري كابيلاز و ينزلون في الدم تمام ؟ و سنأخدهم معي في محاضرة جاية ما هو الأكسيتوسين و ما هو الفاسوبرسين أو الأده محاضرة جاية إن شاء الله سنتحدث و نتحدث عنها حلو ؟ طيب معتنا بنا نتحدث عن مين ؟ نتحدث عن الانتيريا بتيوتري عن الهايبوثلاميك هايبو فيزيال بورتال سيستم أن يكون أهم شيء سوف نشوف كيف الهيبوثالمس يسوي لك كنترول لعدة جلانز بحكي لك انه كيف هاي كيف عن طريق هايبوثالمس ينزل على البيتواتري والبيتواتري بصير تفرز الهرمونات الخاصة فيها عشان الريجوليشن نفس الشي بالنسبة للبوستيرير حكينا بفرز لنا ADH أو أوكسيتوسين اللي بمشي على طريق نيرونز بتخزن هنا ووقت الحاجة بصير له ريليس إلى السيركيليشن في طريقة ثانية مدام حكينا هايبوثالمس وإشارات عصبية ممكن يعطي نيرونز وهاي النييرونز تنزل 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 تروح لك على أي مكان خصوصا هنا بحكي لك على أدرينا الجلاند بس المضلة وليس الكورتكس الكورتكس تستلم هورمونات من البيتواتري الكورتكس تخضع للبيتواتري بس المضلة لا تخضع للبيتواتري It's not under pituitary control It's under neural control لو بتذكروا إحنا لما بتذكروا بالجنر أخدنا إنه sympathetic preganglionic sympathetic بيروح وين بنزل فيه الأدرينا المضلة وبيخلي الأدرينا المضلة تفرز أدرينالين ونور أدرينالين أو epinephrine ونور epinephrine صح؟ طيب هاي مش تحت رحمة للبيتواتري هي مسؤولة عنها أكيد لهايبوثالمس بس مش تحت البيتواتري مين كمان مش تحت البيتواتري؟ حنعرف بعدين إنه endocrine pancreas برضو مش تحت البيتواتري بس هيك معلومة على السريع تمام؟ طيب بس عشان مدام نحكينا عليه هو هايبوثالمس نحكي عن طريقة الثالثة الهايبوثالمس ممكن أن نسوي regulation لبعض الهرمونات نعرف إنه عن طريق يتحكم بالماستر يلعب بالماستر بلعب بكل الهرمونات بس الأشياء التي لا تخطع للماستر برضو هو بيقدر يتحكم فيها الهايبوثالمس تمام؟ طيب نرجع لـ anterior lobe of the pituitary anterior lobe of the pituitary عرفنا ال posterior طلع لك ADH oxytocin من النucleae بنزلوا و بيطلعوا من هنا صح؟ القصة شوي مختلفة بالنسبة للأنتيري어 pituitary ليش؟ لأن الأنتيري어 pituitary الهرمونات اللي بتنفرز من الهايبوثالمس مختلفة عن اللي بتنفرز من الأنتيري어 pituitary هيبوثالمس بيفرز هرمونات معين إنساني الأرهاية الانتوني بريد RNP أول اشي بعدين تستنتج من هذه الغيرمونات أنا شو لازم افرز تروح تفرز الالهرمون المناسب الاستيميلاي اللي اجاهها وهذا الهرمون بروح لك على المكان البداية الانتوري الانتوني بريد ذات الانتغالي بريد فيها اكيد فيها مقسميен certa الانتليجية أسيد Sy Seriously فنحرف شو يعني أيضا الأسيدو فيلز فيه خلية تفرز برو لاكتن هرمون اسمه برو لاكتن هرمون اسمه جروث هرمون فيه خلية تفرز LH فيه خرية تفرز FSH فيه خلية تفرز ACTH فيه خلية تفرز TSH هنعرف شو الاختصارات هاي تحت بس لان فيش مكان نكتبهم فالعنتيري بتواتري بتفرز سكس هرمون اثنين من اسيدو فيلز برو لاكتن وغروث هرمون اربع من بيزو فيلز LHFSH ACTH and TSH وفيه اثنين من البستيري بتواتري ADH و اكسيتوسن هيك توتال كم واحد صاره تمانية تمام طيب خلينا شوي نعرف اكمن شغل عنه برو لاكتن خلينا نشوف اسمه برو لاكتن كلمة لاكتن حليب الها دخل في الاكتايتن في الاكتوز حليب دائما هيك لاكت لاكت فيه يعني حليب فبرولاكتن هرمون بيروح لك على بالاناث طبعا في وقت الرضاع خصوصا كمان عشان يزود من الملك سيكريشن تمام كروث هرمون نعرف هو هرمون النمو بساعد على النمو بساعد على شغلات تانية احنا نحكيانا في المحاضرة التالتة LHFSH هدول اللي هم دخل في السكشوال هرمون يعني بيرحولك على الأوفريز والتستس عشان يطالوا لك سكشوال هرمون ACTH ADRENOCORTICAL Tropic Hormone يعني إلو دخل في الكورتزون إلو دخل في إفراز الكورتزون بيساعد في إفراز الكورتزون TSH اسمه اللي هو الله مستدلنا محمد Thyrozyn أو مش Thyrozyn آآ Thyrozyn Thyrozy Thyroid Stimulating Hormone Thyroid Stimulating Hormone يعني بيعمل الـ Thyroid Gland عشان تفرز Thyroxine أو T3-T4 اللي هم هرموناتها تمام؟ كفكرة عامة يعني Prolactin بزود الحليب Growth Hormone بزود النمو LHFSH تبعون sexual hormones ACTH تبع الكورتزون TSH تبع الثيرويد و بزود لك من T3-T4 تمام؟ طيب هلس هدول الحكينا من أين بيطلعون؟ من الأنتيريا بتواتري طيب يعني هدول الهرمونات اللي بيطلعوا من الأنتيريا بتواتري على secondary plexus وبينزلوا في circulation هذا بروح لك على مثلا البريستس هذا بروح لك على مناقة ما كنا عندنا نحكيها في محاضرة التانية LHFSH بروح لك على التستس والأوفري STH بروح لك على ADRENAL Cortex TSH بروح لك على الثيرويد هاي التيرمينال جول تبعهم بعدين الجول هده هو اللي بروح بيعمل لك الفنكشن الخاصة فيه طيب هذا بيطلع من الأنتيريا بتواتري طيب شو اللي بيطلع من الهايبوثلاماس اللي يحكي للأنتيريا بتواتري إفرزي هادة و هادة و هادة و هادة و هادة هايو TRH شو يعني TRH Thyrusine releasing hormone رح نلاقي اسم كلهم releasing hormone بس تسمع releasing hormone تربطها في الهايبوثلاماس يعني كان الهايبوثلاماس بيحكي للبيتواتري إفرزي الهرمون اللي بيساعد في إفراز الثيروزين اللي هو هاش ثاروكسين اللي هو هاش اللي هو TSH يعني TRH بيطلع من الهايبوثلاماس بيحكي للبيتواتري إفرزي TSH طيب GnRH هذا إليه دخل بالسكشول فبالتالي رح يحكي لما ينفرز كأنه بيحكي لبيتواتري إفريزي LH و FSH طيب CRH كورتيزول معتو كأنه بيحكي لبيتواتري إفريزي GHRH ريليزينج هرمون يعني كأنه بيحكي لبيتواتري إفريزي صوماتوستاتون و دوبامين شوي بيختلف ليش؟ لأنه هدول إنهيبيتوري إنهيبيتوري إحنا حكينا تي أس أتش حكينا هايو تي أر أتش LSH و LH حكينا اللي هما الجي أناراتش استنوا شوي على البرولاكتين القروث هرمون حكينا أجل البرولاكتين أكتشي التي أس أتش نفسه كمان بيعمل بيعمل البرولاكتين بيعمل للتي أس أتش تمام طيب هنحكي عنهم كله جداول تحت بس أنا باش نحصها الصور لما نرجع تحتها كله هنقرأه مرة تانية و هنستوعب كل شيء هذول اللي جايين من الأسيدو فيلز إليهم خاصيتين مشتركات الخاصية الأولى إنهم إنه الهايبوترامس مو بس بفرز لهم إشي عشان يزود من الإفرازهم لا بفرز لهم إشي عشان يثبت من الإفرازهم هم هذول اتنين فقط فالبرولاكتين زي ما إله إشي بيزود من الإفرازه اللي هو TRH إله إشي بيقلل من إفرازه اللي هو إيش الدوبامين فالدوبامين اسم تاني إله اللي هو Prolactin Inhibiting Hormone طيب والغروث هرمون برضو إله إشي تاني يثبته اللي هو Growth Hormone Inhibiting أو Growth Hormone Inhibiting Hormone كمان؟ تمام؟ طيب فالسماتوستاتين والدوبامين actually they are Inhibiting Hormone فور هو اللي بيطلعوا من الأسيدو فيلز إليهم يا Prolactin يا Growth Hormone Prolactin إله الدوبامين والغروث هرمون إله السوماتوستاتين هدول ما إلهم إشي خاص نص بيطلع من الهايبوثلمس عشان يسوي لهم Decrease بس هدول بنتا بيصير لهم Decrease من الفيدباكس اللي حكينا عنهم يعني هدول مثلا هاده إيش مثلا هاده ACTH بالآخر بالآخر بيؤدي إلى فراز الكورتزول فإذا كان في عنا زيادة كورتزول في الدم هذا نفسه روح يثبت الهايبوثلمس والبيتيوتري إنه ما يطلع عنا ACTH فهدول بيعتمدوا أكثر عن negative feedback من أكثر من إنه ينفرز إشي من الهايبوثلمس عشان يثبتهم زي اللي بيطلع من الأسيديوفيل برضو هنمر عليهم كله فعرفنا اللي بيطلع من الهايبوثلمس هدول كله عرفنا اللي بيطلعه من الانتيريباتيوتري وعرفنا مين اللي بيأثر على مين خلينا شوف الجداول شوف الجداول من الهايبوثلمس بيطلع TRH حكينا TRH ايش بروح على لما تسمع تروفس يعني خلايا ثايروتروفس يعني خلايا مختصة إنها تفرز الثايروزين ثايروتستيمياتين هرمون CRH بروح على الكورتيكوتروفس أو الخلايا المختصة إنها تفرز الهرمون ACTH اللي بالآخر رح يقدي إلى زيادة الكورتيزون GNRH رح يلوك على غنادوتروفس أو الخلايا المختصة إنها تروح على الغنادز اللي هي التستس أو الأوبريز عشان يفرز لك سكشل هرمون GHRH اللي هو Growth Hormone Releasing Hormone بيختص يروح على سوماتوتروفس اللي هم الخلايا المسؤولين عن إفراز بس هاي السوماتوتروفس بس هذول الأسيدوفيد السوماتوتروفس واللاكتوتروفس أسيدوفيدس فبالتالي مش بس في إشي بسوي لهم تحفيز بإشي بسوي لهم تثبيت يوم السوماتوتاتين بالنسبة لـ Growth Hormone والدوبامين بالنسبة لـ Pro Lactin ومين اللي بعمل له هي مين اللي بعمل له من الهايبوثرماس مين بعمل له Stimulation TRH اللي هو نفسه طبعا اللي بيطلع لك الثيروكسين من thyroid gland تمام طيب بس خلينا نحكي لكم اشي سبيشال عن البرولاكتن البرولاكتن غير عن كل الهرمونات باشي خاص انه البرولاكتن البني قدم ما بحتاجه طول حياته المن ما بحتاجه ابدا والومن ما بحتاجه غير في وقت الرضاعة صح ولا لا معناته هذا لازم طول الوقت يصير له سبريشن عشان هيك شوفوا هنا بلس هنا بلس هنا حتى بلش بالبلس بس هنا بلش بالماينس لانه الماينس هو الاساس الدوبامين هو الاساس في طول الوقت بس الا في مرحلة يعني مرحلة الام اللي ترضع فيها بيبلش الدوبامين يخف الانهيبتنج على البرولاكتن فبالتالي بيصير البرولاكتن ينفرز اكثر فهمتوا كيف فالوضع الطبيعي لكل الهرمونات انها تنفرز عادي الا البرولاكتن الوضع الطبيعي تابعه انه يصير له انهيبشن مش ستيميليشن تمام طيب هاي نفس الصورة هاي الهايبوثالماش كيف الكونيكشن تبعها مع الانتيري البيتوتري عن طريق البلد ف الره عشان كورتك ابدا اش انه يروح لك الوضع إصلاح الهايبوثالماش بيروح عن الانتيري بخليها تفرز FSH ليش؟ عشان يروحوا عالتسس أو أوفري عشان يفرز لك بعض الهرمونات حكينا البرولاكتين بالعادة شو بصير له؟ مين لي بصير له دوبامين انهيبشن فما بينفراز ولكن اذا صار له تي ار اتش رح يروح لك عالمامري غلاند عشان يفرز لك عشان يساعد في إفراز الحليب والجي اتش ار اتش يقول جروث هرمون جروث هرمون بروح من الهايبوثالماس بروح لك البيتويتر عشان يفرزها جروث هرمون و جروث هرمون بروح لك على التارجت تبعه تذكروا لما حكينا عن الاسيدو فيلز اللهم خاصيتين مشتركات حكينا الخاصية الاولى انه في اشي يساوي لهم انبيشن من الهايبوثالماس الخاصية التانية فيهم لو تلاحظوا كل اياتهم حكينا عنهم يعني هدول الهرمونات هاد مثلا هدول اتنين بروحو لك على عشان نخلي الـ يفرزوا لك يفرزوا هرمونات ASTH بروح لك على عشان تفرز هرمون فكلهم بروحوا اول اشي على جلاند رئيسية في الجسم عشان يخلوا هاي الجلاند الرئيسية تفرز عنظر هرمون بس البرولاكتن والجروث هرمون ما بيسووه هيك البرولاكتن بيسود لك إفراز الحليب بس الحليب ما بينفرز من من اندوكراين جلاند والجروث هرمون بروح لك بيشتغل على كتير شغلات فهدول ما لهم تارجت ليهو انك تحكي عنه جلاند تمام انه ماشي امر احنا هكينا هنا المامري جلاند تحت هون احكينا المامري جلاند بس قصدي يعني اندوكراين جلاند اندوكراين جلاند يخليها تفرز同椅di هرمون يعني احنا لما نروح على المامري جلاند مام ihr προولاكتن ليس الم Companies دفرز فهدول كلهم لسه في بعدهم كمان هرمون بس هدول ألاً متى بتاعهم كمان هرمون كأنهم هم خلص هم الاند اهو الاشي اللي رح اعملك الحليب ارباعaman e- появ Er seasoning فهمتوا كيف تشاهدون تقني ودافن كارتسresses وهي ترث هورموز و هذا هو ر Pandora لكنها حليب استخرى وإ Could you leave بل send it to the bones وضعها تكبر لكنها بի clears لكنها قديدا لازلت لـ لازلت 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 فهمتوا كيفية!!! فيه اشيء y of stimulation هناك الكثيرال تفكروا فيها أصلا مرتبطة هي كيف مرتبطة؟ لو أنا الـ Growth Hormone بعملي نمو للـ Muscles مثلا نمو للـ Muscles للـ Bones ما رح يكون في عندي الهرمون اللي يعمل Inhibition في الـ Hypothalamus مش زي هون هون حكينا إحنا مثلا الـ ACTH باعتمد بالـ Hypothalamus في عندنا CRH هدول باعتمدوا على أن الكورتزول نسبته العالية هي اللي تعمل Inhibition فيه هرمون هنا نسبته ممكن هي تعمل Inhibition بس هون actually ما فيه هرمون اللي يعمل Inhibition فعشان هيك سبحان الله خلص الـ Hypothalamus عشان هيك بفرز إشي خاص للـ GHRH للـ Growth Hormone والـ Pro-Lactin عشان يطبطهم لأنه ما فيه كأنه ما فيه negative feedback تحكي لنا أنه فيه إشي زايد وقف أو فيه إشي ناقص زود صح؟ ميكس سنس كتير تمام؟ طيب فعرفنا أنا بدي أقف تقريبا أتوقع ولا نكمل أوكي رح نكمل لعند الميكانيزم مش عارف خلينا نشوف لو أين ممكن نوقف بهذا الـ Part فهمنا شغلة الـ Anterior كيف الهرمونات بتنزل وعرفنا ليش هد لك الـ Acidophils فخلينا نشوف هون نفس الشي بكاتبين عن الهرمونات هاي هاي TRH من وين بيطلع بالضبط هون كاتبين لك من وين بيطلع الاناتوميكلي بالضبط وين بيطلعوا فهي TRH شو بيعمل بيساعد على إفراز TSH الـ GnRH بيساعد على إفراز FSH والLH CRH SCTH GHRH من بيساعد على إفراز الـ Growth Hormone سوماتوستاتين بيثبط الـ Growth Hormone Prolactin Inhibiting Hormone أو الدوبامين بيسوي Inhibition ل Secretion of Milk بس مين اللي بيعمل سسموه Stimulation of Milk لو شوفوا TRH رح تلاقوا انه Stimulate the synthesis of Prolactin تمام طيب نفس الشي هاي بس هاي بس هاي بس هاي بس بحكي لك الميكانزم وإيش بالضبط اللي هي FosfoliPSC ولا Adenylcyclase يعني هاي لها ادخل اكتر اشي في الـ Biochemistry ما الدكتور ما بدوش تفاصيل بهذا الموضوع تمام خلينا نوقف لهون عشان نكمل طيب نيجي نكمل مين كان يحكي مين اللي بيطلع من الhypothalamus وشو اللي بيطلع من الانتيري بتيوتري هس هون شو اللي بيطلع من الانتيري بتيوتري وشو الأفكت تبعه الآخر فحكينا خلينا نبلش بالبيزوفيلز اللي بيطلع من البيزوفيلز وهما الأربعة اللي بيقدوا الى هرمون تاني يطلع اللي هما مين هاي هاي أول أربعة بعدها آخر اتنين اللي بيطلع من الاسيدو فيلز فأي سي تي اتش يروح لك على إفراز طبعا الكلوكو كورتيكوز أو الكورتزول من الادرينال كورتكس والكلوكو كورتيكوز هما نفسهم اللي ممكن يعملوا انهيبشن للهايبوثلامس ولا الانتيري بتيوتري هذا هو الهرمون اللي ممكن يعمل فيدباك طيب ثايرويد تي أس اتش تي أس اتش بروح يطلع لك من الثايرويد تي فور و تي ثري باي سبيشل سيلز يعني ما حنا يعرف هم بعدين وبرضو هما هدول تي ثري و تي فور هما اللي ممكن يعملون لك انهيبشن قورتو تروبس اف اس اتش وال اتش نفس الشي هاي بعمل لك سميليشن دي بروب من أوفيريين فوليكوز سبير موجين سبير موجين بالتستس ال ال اتش بعمل لك يعني هدول برضو حكيت لكم انا مشكلة في الجيو اشياء الجيو فوما بحكي لك كوز أوفيري أوفيريشن فورميشن أوفكوربس ليتم دا أوفيري سيمليشن برودكشن بروجيسترون سيمليشن تستسترون هدول اشياء اللي ممكن يشتغلوا از اش انهيبشن صح طيب في شغلة نحكيها مدام الثايرويد FSH والأتش متعلقين بيه الأوفيري التستس ACTH رح ناخده بعدين مع محاضرات الأدرينا للجلاند TSH رح ناخده بعدين في محاضرات الثايرويد FSH والأتش ما رح ناخدهم ما بعرف اتنا صراحة بعرف شو عنوين محاضرات ما شفتم لسه بس اتوقع رح ناخدهم مع الجيو اتوقع رح ناخدهم مع الجيو مو متأكد بس اتوقع رح ناخدهم مع الجيو اكيد رح ناخدهم بس يمكن يمكن هون ناخدهم مام Pro-lactin وgrowth hormone لا رح نحكي عنهم هسا وإحنا بنحكي عن الpituitary gland مش احنا حكينا الثانية والثالثة والرابعة والخمسة هنحكي عن الpituitary gland هنحكي عن الpituitary gland هاي مقدمة كانت للأنتيري في محاضرة عن posterior pituitary رح نحكي عن الpro-lactin والgrowth hormone من الانتيرير ومن ال posterior رح نحكي عن الoxytocin والvasopressin فهيك المحاضرات اللي هم اثنين ثلاثة اربعة رح نحكي فيهم anterior و posterior pituitary هنحكي عن اربعة هرمونات Pro-lactin growth hormone vasopressin و oxytocin ليش؟ لانه هدلاك ما لهم مش علاقة بglant تانية غير الpituitary فهمتوا الفكرة كيف؟ فعشان هيك صارت تقسيمة كالتالي انه رح ناخد هسا anterior pituitary منخلص محاضرة الثالثة رح تحكي عن growth hormone محاضرة الرابعة رح تحكي عن posterior pituitary محاضرة الخامس مع رح تحكي عن posterior pituitary اتوقع مع الvasopressin والمحاضرة الخامسة رح تحكي عن oxytocin والpro-lactin اوكي؟ طيب شوفوا هون هاي الفيدباك اللي حكينا عنها هاي الفيدباك او اللي هي اناسف او اللي هي تيجي من من الانتيريا pituitary الى الhypothelemas directly اللي هي short loop سميناها لو تشوفوا هون بيحكي لك كأنه هرمون بيجي بيطلع بيطلع هيك بيعمل لك positive feedback لا هي اكتشل مش positive feedback هي positive للreleasing of the inhibiting hormones يعني بيحكي لك مرات بعض الهرمون يعني احنا حكينا هون انه growth hormone ما في هرمون هون يجي يعمل لك مثلا تثبيت او negative feedback ولا مثلا ولا حكينا ايش ولا الprolactin صح بس في شغلات تانية تدل على يعني في شغلات غير هذة اللي حكينا في شغلات تانية تدل على انه مثلا growth hormone زايد او الprolactin زايد هاي الشغلات التانية ممكن انها تبردو تروح على to some extent تروح لك على الhypothelemas وتعمل لها شغلتين تعملها مثلا matifrizi prolactin releasing hormone ما صحيح اسمه انا ناسي ليش مش عارض اه او matifrizi growth hormone releasing hormone ممكن هيك تحكي لها او ممكن تحكي لها hypothyromas ifrizi بس بس ifrizi ifrizi somatostatin او dopamin اللي هما اعتبروا inhibitory inhibitory لا pituitory فإذا كانت plus لازم تكون تحت minus وإذا كانت هنا minus فأكيد خلص ما رح يطلع منها اشي اصلا كيف فممكن تسوي لك inhibition ل stimulating hormones او activation او stimulating لل inhibitory hormones فهي الطريقتين اللي ممكن الهرمون اللي بيدلوا على انه growth hormone زايد او product زايد انه يأثروا على hypothyromas تمام طيب وحكينا متى حكينا على positive feedback تكت ربليكتشار وان حكينا على positive feedback واحدة oxytocin والأنتيري التي هي LH مع esterogen LH مع esterogen بيعملوا positive feedback أثناء ovaryan cycle and menstruation cycle تمام طيب خلصنا هايك فعليا انتيريا بتواتري بس بدنا ناخد شغلة صغيرة يعني خلصنا الهرمون بالفكرة العامة بس ناخد شغلة صغيرة تذكروا 8-A-C-T-H اللي بيطلع من انتيريا بتواتري خلينا ناخده على جنب هذا في اشي special في خلينا ناخده على جنب A-C-T-H لو حدق بتذكر أن الـ A-C-T-H مر علينا في MSS لما كنا نحكي عن اشي اسمه HPA Axis تمام طيب هذا ما قصته انه في عندنا مادة بتبلش اسمها Pro-Opio-Milano-Corten Pro-Opio-Milano-Corten خلينا نقسم اسمها شوي Pro-Opio-Milano-Pro يعني دائما في عندك زي Pro-Lactin ما قبل يعني اشي قبل او Pre-Cursor أو أوبيو يعني فيه opioid اللي هما opioid peptides اللي هما اللهم دخل في انه يسول لك الـ analgesic زي opioid drugs يعني اللي هما مسكنات peptides اللي هدخل في المسكنات بس طبيعية طبعا بالجسم Milano اللي هدخل في الميلانين أو الميلانوسايت Corten اللي هدخل في الكورتيزول وال adrenal cortex ففعليا Pro أوبيو يعني فيه مادة analgesic ميلانو يعني إلها دخل في الميلانوسايت في الميلانين في مادة إلها دخل في الميلانين هاي المادة اللي هي أحسن سنشوف شو اسمها اللي أخذناها في المسس Corten اللي ركزنا في الميلانوسايت Corten اللي هي اللي هدخل في اللي إحنا بنحك فيه اللي هو ACTH اللي هدخل في ACTH فهاي المادة بتكون موجودة في الأنتيريا بتواتري بتكون موجودة في الأنتيريا بتواتري بس الأنتيريا بتواتري تستلم رسالة تستلم CRH شو CRH اللي هو Cortisol Releasing Hormone بس تستلم الإشارة هاي بتروح تكسر هذا البرو أوبيو ميلانو كورتين لشو بتكسره بتكسره ل ACTH و إشي تاني هذا الإشي تاني بالآخر رح يطلع عنا ACTH MSH اللي هو ميلانين Stimulating هرمون اللي هو اللي هو دخل في كلمة ميلانو اللي هو أخذناها ركزنا عليه بالMSH والإندورفن الإندورفن اللي يدخل في الأوبيويد اللي هو يعتبر أنالجيزيك موديلات بين بخفف الألم تمام ففعليا لش سوى تكسير هذا لما استلم CRH لش سوى تكسير هذا فقط عشان ACTH مو عشان الأشياء التانية عشان ميل لي ميل عشان ACTH يروح لك على الأدرينا الكورتز وطلع لك كورتزول فالACTH من الاسبيشال فيها أنها ما بتطلع دائريكتلي لازم CRH بس تستلم CRH لازم أول إشي يتم تكسير البرو أوبيو ميلانو كورتز إلى أشياء منها ACTH بعدين ACTH يطلع من الأنتيري بيتيواتري فهذا الإشي الاسبيشال في ACTH عشان هيك خذناها على جانب الحال طيب تذكروا شو ميلانو سايد سايد اللي كان يروح لك على ميلانو سايد يخليها تشتغل أكثر ميلانين وهذه أشتغلات صح اندورفن بتخفف الألم فيها أوبيويد بيبتايد وبتروح لك على الألم يعني هي أنالجزك طبيعي موجود عندنا في الجسم تمام طيب هذا HPA بمشي حسب السركادين ريثم زي ما أخذنا في MSS بمشي حسب السركادين ريثم فهو Early in the morning بيكون عالي عشان احنا حكينا في المحاضر الأولى مش حكينا في شغلات تمشي حسب السركادين ريثم في الهرمون بتكون عالية في الليل وواطي الصبح أو العكس ليش الكورتزول بيكون عالي الصبح لأنه HPA بيكون شغال الصبح أكتر إشي حسب السركادين ريثم بيكون شغال أكتر الصبح بيطلع CRH كتير لما يطلع CRH كتير تكسير للبرو أوبيو أوبيو كورتين بيطلع عنا STH كتير وكورتزول كتير فإنه peak in the early morning وبالليت evening بخف تمام فعشان هيك البني آدم بيكون عنده كورتزول عالي بداية الصبح تمام طيب هاي كيف بحكي لك هاي اختصاره POMC أو البرو endorphin endorphin اللي هو حكينا analgesic ACTH اللي مهم جدا يروح لك على الكورتكس عجل طلع لك والفرغمنت اللي هي alpha milanocyte alpha milanocyte alpha milanocyte stimulating hormonal أوكي هاي مكتوب فهنا ماخدهم واحدة واحدة بحكي لك is produced is produced by the بلش بمس produced by cleavage of POMC وين بحكي لك وين موجود بالضبط الانتيري only small amounts of MSH are produced in human pituitary under normal conditions يعني بشكل بسيط يعني مش منو والله ACTH بيكون أكثر مزاي milanine stimulating hormonal STH ما عشي بزود لك الكورتزون بشكل كبير بس milanine stimulating hormonal ما بكون تأثيره يعني مش تأثير واحد يحكي لك طبعا ليش ما بصير أصمر الصباح لا لا تأثيره مش زي ال ACTH it's a key component of skin's pigmentary system نعرف في milanocytes من MSS وشو تأثير الميلا نستمرين دي كورمون عليها مش مطلوب منها مدام هو مش اشي بتعلق فيه بس انه بيطلع من POMC فبالتالي نعرف شو هو بس على قليل وين بيبين significant تبع لما يكون في عنا مشكلة في بتويتري انها مثلا بتفرز كثير ACTH معناته بتفرز كثير يعني بتفرز الhypothalamus بتفرز كثير CRH فاذا افرز كثير CRH معناته الPOMC رح يصير تكسير كثير معناته عشان ايش طبعا هو بصير تكسير كثير عشان يطلع ACTH بس اذا باي product رحيطلع ملاني استميلة الكورمون كثير فالتالي بيؤدي الhyperpigmentation فمتى الhyperpigmentation بتطلع يكون في عنا الhypothalamus نجن جنونه وقعد بيعطي CRH كثير للأنتيريا في هذه الحالة بصير عنا زيادة في الMSH كثير بيطلع عنا hyperpigmentation طيب لو كان عنا مشكلة في الأنتيريا في بيتيويتري انها ما بتكسر POMC بشكل صحيح اذا كان فيها مشكلة ما بتكسر POMC بلاكس بشكل عنا بالور او شحب ما في او hypopigmentation يعني فبنورمال بالور is a hallmark of hypopituritism يعني عنا مشكلة إفراز قليل من البيتيويتري إذا إفراز القليل ما في عنا POMC معنا ما في ميلانين ميلانو 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 فميسر فميسر عنا PALOR شحوب بس الhyperpigmentation occurs in patients with adrenal insufficiency مؤمن اش دخل الادرينا بالإنسافيشنسي اش دخل بالإنسافيشنسي باللي حكينا احنا حكينا انه الهايبوطلمس بنجنج نونه صح طب كيف شو دخل الهايبوطلمس بنجنج بالإنسافيشنسي فكروا فيها adrenal insufficiency شو يعني adrenal insufficiency معاتوا ما في نقطة feedback للهايبوطلمس معاتوا الهايبوطلمس رح يظلوا يفرز CRH إذا ظلوا يفرز CRH بنجنج نونه بظلوا يفرز CRH 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 وبيظلوا يصير تكسير POMC 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 ورح يصير زيادة MSH و hyperpigmentation تمام hyperpigmentation ok رجل patient ادري انصف انسافيشنسي ليش ادري انصف انسافيشنسي معاتوا ما فيه cortizol ما فيه cortizol ما فيه feedback ما فيه زيادة في CRH وزيادة في تكسير POMC الى MSH فبالتالي MSH بزيد جدا وعملنا hyperpigmentation وسط الفكرة سهلة صح عشان ايك نحطط هاي السلايد ليش عشان فعليا اخر سطرين برضو milanocytes رسيبتر المكر اللي حكينا endorphins endogenous بشكل طبيعي داخل الإنسان opioid peptides بطلعهم الpythewater بيسو لك modulating للبين كأنه بيعمل لك analgesia يعني تخفيف لالألم وبصعد بعض behavior effects برضو ايضا نحن نحن بشكل بالشيء خلصنا الاشي الوصول الاختماعي خلصنا الpythewater يحكي لك كيف نفعل الpythewater 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 بعض الهرمونات هذا اشي كويس ممكن نسوي stimulating inhibiting tests تذكروا حكينا stimulating inhibiting tests لو حكيت أنا حكيت لك انه في اشياء ما رح نكون نعرف هاسه بس لما نحضر مهاضرات رح نعرف فلو نرجع خلينا نشوف هاي شوف stimulating test failure of growth لا مش هاد اتنكست وينو هاي failure of dexamethasone to suppress cortical is diagnostic for hyper cortilism شين هاد الحكي شو dexamethasone dexamethasone is a corticosteroid احنا عطينا corticosteroid بس corticosteroid ما عمل inhibition للhypothalamus وما عمل inhibition الpythewater انها تبطل cortiferous cortisone فالكورتزون ظل مرتفع في الجسم هذا يعني هذا يعني انه انه hyper activity of سواء ال anterior pituitary او hypothalamus صح فهذا هو diagnostic واحد من suppression test اللي ما كناش عارفين ليش احنا بصنا dixamethasone هذا اشي diagnostic وفي المحاضرة الثالثة راح ححكي لكم اتذكروا هذا اللي هو هذا وهذا ذكروا في المحاضرة الثالثة هنرجع لهم هنتكتشف انه احنا عرفناهم فهونا الفكرة بيحكي لك انه هاي مكتوب هون مرة تانية وين موجود انه منعط dixamethasone عشان انشيك هل رح يصير في عنا response و inhibition ولا لا اذا ما صار عنا inhibition معتوا في عنا activity عالية لهذول اللي دعو major inflammatory hormone concentration طبعا اشي كويس عشان حسب the targets use to assess the functional status of the system زي paired measures tsh مع thyroid hormone نتأكد انه كله تمام fsh مع estradoil او يعني قصدهم estrogen يعني بيشوفوا هل tsh thyroid hormone امورهم تمام هل fsh مع estrogen امور هل sth مع الكورتزول بيمشوا مع بعض بيطلعوا بنزلوا مع بعض امور تمام نستخدم normal physiological feedback لصالحنا عشان نكتشف هل فيه مشكلة او لا for example administration of amino acid arginine can be used to elicit an increase in GH برضو هاي ما منعرف هاش غير المحاضرة التالت ان شاء الله منعرف هكت in contract suppression test diagnosed cushion syndrome clinical state resulting from prolonged inappropriate export to endogenous secretion of cortisol low dose dexamethasone نعطي low dose دكسامethasone ليش low dose عشان ما يكون دكسامethasone هو سبب الكورتزول العالي في الجسم فمنعطي شوية دكسامethasone اذا ما عمل inhibition ما عمل negative feedback ما قدر نعمل inhibition معناتو في عنا cushing syndrome cushing syndrome او زيادة في الكورتزون بسبب انه في عنا activity عالية في الhypothramas او الpituitary تمام طيب فهي كيف نعمل evaluation pathology يعني بحكي لك hypersecretion يا hyposecretion يعني hypopateurotism او hypersecretion hypersecretion بسبب adenoma هاي من pathology على السريع لو تروح ال pathology رح تلاقوها ال adenoma مرتب بطريقة حلوة رح تلاقوا ال adenoma على السريع فادenoma بطلع عندك مثلا GH زيادة growth hormone زيادة بيصير عندنا acromegaly تعامل تضخم هاي شغلات pathology او gigantism اذا STH زاد بيعمل cushing disease اللي هو زيادة في cortisone high clinical presentation برضو يعني pathology شغلات pathology انا ما بحبش ادخل خلص هدول يعني تمام pathology gonadotrophs pituitary adenomas بحكي لك انهم ما بعملوا hormone protection برضو هاي من المفضل من البطولوجين اعرفها thyretrope and secreting tumors are rare and are frequently large when diagnosed hypopiturism بسبب head surgery بسبب tumor rare tumor بالbrain sheehan syndrome شو sheehan syndrome sheehan syndrome هي ممكن تفيد نفهمها ليش لان sheehan syndrome مش تفيد نفهمها في seehan انه في عنا severe blood loss decreased blood flow بوين بالhypophysial hypothalamic hypothalamic portal tract بكون عنا البلد قليل فيه فاذا البلد قليل فيه معناته حلقة الوصل بين hypothalamus والpituitary فيها مشكلة معناته ما فيه رسائل توصل من hypothalamus للpituitary معناته الpituitary رح يكون فيها hyposecretion فهي هي الشيhan syndrome blood loss أو decreased blood flow ischemic damage للpituitary gland أو hypothalamic pituitary stock during the peripartum period يعني هذا اللص ممكن يكون شديد لدرجة أنه معملنا ischemia في الغلانز تمام طيب اخذ توقع كمان هنأخذ الباثلوجية بشكل أضق من اللي أنا حكيت يعني كعسر فيش يسم pan hypo شو يعني pan pan يعني كل hypopiturotism كل كامل بعملك hypothyroidism أكيد لأنه ما في عنا TSH ما في thyroid stimulating hormone adrenal insufficiency أكيد لأنه ما في عنا ACTH hypogonadism failure to resume normal menses in women لأنه ما في عنا LH FSH loss of lactation in lactating mother لأنه ما في عنا pro-lactin صح؟ بس هاي الفكرة فخلصنا المحاضرة أتوقع حلوة كثير وسهلة ومفهومة جدا فنفهم ونستمتع فيها عشان إن شاء الله نروح للمحاضرة الثالثة الرابعة الخامسة نخلص البتويتري ونصير ندخل على شكرا اشتركوا في القناة